بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا لما بنحضر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتغمرنا معاني فياضة هذه المعاني ما بنقدرش نقاوم أنورها وخاصة لو احنا عاديين بنأيدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بنسلم عليه ونقول له السلام عليك يا رسول الله لما بنقعد ما بين ايدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنيجي نحاول نتعلم أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بنت له حديثه ونحاول نتأمل فيها فنجد كنوز عجيبة ونجد أنوار عجيبة جدا جدا لا تكاد تكون لا تتحملها قلوبنا زي الحديث اللي احنا هتكلم عنه النهاردة حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننتبه بالله عليكم إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض الله هذا الحديث لازم نقوله مرة تاني ولازم نسمعه مرة تاني الحديث بيقول سيدنا أبي هريرة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض هذا الحديث هو من أعظم أمنيات العبد المؤمن هذا الحديث ولذلك أنا أسمي هذا الحديث بماذا؟ بالبشرة بالمحبة أعلان المحبة هذا كنز هذا شيء كان لا يتصوره عقل إنسان إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبادر العبد بالمحبة إن الله إذا أحب العبد فالله هو الأول في الحب فالله هو ماذا؟ الأول في الحب وعشان كده أول حاجة بنتعلمها في الحديث ده أن الحب أولا من الله يعني إيه؟ بنتعلم أن الله هو الأول في الحب يعني إيه؟ يعني الحب هبى من الله الحب هبى من الله لا شك ويترتب عليه ده إيه تاني؟ إن نفهم إن الحب ركن الإيمان إن الحب ماذا؟ ركن الإيمان وعشان كده نجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي نفهم إن الحب هو ركن الإيمان اسمع قوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم المتفق عليه من حديث أبي هريرة برضو بيقول إيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله إيه؟ أحب إليه مما سواهما وهنا بقى نقدر نفهم قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم يعني إيه؟ بقلب محب عشان يقدر يصل إلى محبة الله تعالى يعني عشان يقدر يرى أن الله أحبه فأحب يبقى الله سبحانه وتعالى يحبنا فنحبه فيصبح الحب ده واتمحض فضل من الله تعالوا أسألكم حاجة حوار كبير دار ما بين العلماء على إيه؟ خلاف كبير الناس قعدت تتأمل هو لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا كان سؤال كبير عند العلماء ده غير مقاصد خلقنا لكن ما الذي خلقنا الله من أجله لأنهما أنتوا عارفين أن ما فيش حاجة تنفع أن يتحفز ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً أن يقول الله يكون فيكون فقالوا لا نرى شيئاً خلقنا الله من أجله وهو مستغني عن عبادتنا فربنا مش خلقنا عشان هو إله فيعبد لا قالوا الله غني عن عبادته قالوا طب ليبسط قدرته قالوا مش محتاج أنه يبسط قدرته قالوا ما لإيه قالوا مش شايفين أن ربنا خلقنا بغير أن يحصل على ثمن وهو غير محتاج إلينا مش شايفين معنى غير أن الله خلقنا لأنه يحبنا فالله يحبنا لكن الحب اللي إحنا بنتكلم في هذا الحديث هو الحب الخاص بقى مش حب الخلقة لا حب ماذا حب الوصل والوصال إن ربنا يحب عبد إن هو يبقى موصول وده محض فضل من الله وعشان كده أول حاجة بيظهر فيها محبة الله في هذا العبد معاني الرحمة والخير واليمال عشان كده بقول للناس مع الحديث ده فيه ثلاث إصناف من الناس رجل يعيش بالحب وده بينجو ورجل لا يعرف معنى الحب وده يهلك لأن من أحد روايات الحديث وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه ثم توضع له البغضاء ثم توضع له البغضاء في الأرض إيه اللي حاصل؟ يعيش حياته في البغضاء يعيش حياته في عدم الحب فيهلك وده يصدق عليه حديث رسول الله ومن سخط فله السخط يعيش بقى في كدر ونزيك إيه اللي حاصل؟ يعيش بقى حياة الضنك يعيش في هذه الحياة التي مليئة بالضنك صنف الثالث بقى رجل يحاول أن يتعامل بالحب والشخص ده هو اللي بيحاول أن ينجو فلو إحنا عايزين نصل إلى محبة الله يا سلام تأمل كده نصل إلى محبة الله والله ينادي عليك أن الله يحبك وينادي أهل السماء أن الله يحب فلان إن ربنا بيحب عمر ربنا بيحب حسين ربنا بيحب محمود ربنا بيحب علي يحب علي يحب ربنا بيحب كل الناس فلو نادى على إن ربنا بيحبه يا سعد ويهنا طب إيه اللي أنا ممكن من الأفعال اللي أنا أفعلها والطرق اللي أنا أعملها عشان ربنا ينادي علي علي في السماء إنه هو بيحبني إحنا هنحاول نختصر لك ونك ملايين الأشياء اللي ممكن تعملها عشان ربنا يحبك بس أنا أديك ما يسمى مجمع هذه الأشياء أنا أقول لك ستة حاجات كده ممكن تدخلك في الساحة الوسعي ساحة وسعي المحبة الربانية وأنتعال أنتكلم معك بنصوص القرآن الحاجات الستة دول أخذناهم وكمان طبقناهم على الحياة فطلعونا ستة مجالات بقى ممكن يحصل فيهم الحب ده أول حاجة اللي ذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا أول حاجة أول شيء ذكر الله سبحانه وتعالى يوصلنا لحب الله هو اتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كده واتباع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه في قلبه الطاهر واتباعه يعني في أخلاق القلب وأخلاق الجوارح الأخلاق أنك تتخلق بأخلاق حضرة النبي فالتخلق بأخلاق حضرة النبي يعمل إيه يخليك تدخل في سبب من أسباب الحب اللي هو إيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يبقى إذن هنا أول طريق من طرق المحبة الطريق الثاني التقوى والإنفاق الخفي إن إيه إن الإنسان لو اتقى الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب المحبة اسمع قوله تعالى بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين يا سلام وعشان كده تلاقي التفسير بقى في حديث سيدنا سعد بن أبي وقاصة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 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 يقول إن الله يحب العبد هذا التقية الثاني هذا التقية الخفي نبي نتقى فلما نتقى نتقى نحسن الله فنحسن ليه نحسن كما أحسن الله إلينا فهل جزاء الحب إلا الحب وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إيه الحاجة الرابعة اللي تفتح لنا باب باب حب الله سبحانه وتعالى وأبواب حب الله سبحانه وتعالى الصبر وممكن نرى ذلك في قولي تعالى والله يحب الصابرين الصبر وذلك مين اللي يدي من غير حساب اللي بيحب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ليه لأن الله يحبهم ولأنهم أحبوا الله فصبروا على قضائه فإلا حصل فأحبهم الله فأكشف الله لهم عن حبه دي رابع حاجة يبقى هو إيه اللي حصل شوفوا ماشيني إزاي بنتبع حضرة النبي فلما نتبع حضرة النبي نتقي فلما نتقي نحسن فلما نحسن نعمل إيه نصبر طب ولما نصبر إيه الحياة نمشي في الحياة بإيه فنتوكل يبقى خامس حاجة تفتح لنا باب الحب إيه التوكل على الله ربنا بيقول لنا فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين دي خامس حاجة ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من إيه من المتوكلين دي بقى صبرت فتوكلت على الله سبحانه وتعالى سادس حاجة بقى إيه اللي حاصل بقى إن أنا أفعل النوافل أكثر من النوافل اسمع الحديث القدسي والله سبحانه وتعالى يقول ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يا سلام يبقى تقتيل النوافل كمان بتخلي الإنسان يكون محبوبا من الله سبحانه وتعالى ممكن يزود حاجة سبعة أولا يزود حاجة سبعة حلوة أو أوي إيه بقى الحاجة السبعة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ببقى إننا خلينا إن الحب ده بيأتي من الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه للنفس يبقى الإنسان إذا أحب للناس ما يحبه لنفسه ده باب كمان كمان يفتح باب الحب عند الله سبحانه وتعالى يبقى كل المعاني دي بتبين لنا إيه يعني إيه يوضع للعبد إيه الأسباب اللي تخلي العبد يوضع له القبول في الأرض إنه ويحب يحب إيه يحب اتباع حضرة النبي فيتبعه يحب إيه تاني يحب كمان بعد ما يتبع حضرة النبي إنه هو كمان وهو بيحب حضرة النبي يتقي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أطقى الناس طب بعد ما يتقي يحسن وبعد ما يحسن يعمل إيه يصبر وبعد ما يصبر يتوكل وبعد ما يتوكل يعمل إيه هو على طول هيكون قدامه كثرة النوافل وبعد ما يكسر النوافل إيه اللي حاصل على طول على طول على طول هيروح ويحب لأخيه ما يحبه لنفسه فيوضع له القبول فيعيش بالمحبة من بين الناس وعن نشوف كده يعيش بالمحبة ما بين الناس إزاي يلقى أي ست حاجات ممكن نعيش بيها قالت هن الكتاب والسنة عشان نقدر نعيش بالمحبة تعالوا نشوف الحياة الحاجات دي شفناها في الحياة وتعالى نتعرف بيها أول حاجة أنه يحب نفسه أول حاجة أنه يحب نفسه وقبل ما يحب نفسه فيه مجال مهم قوي أنه يحب ربه سبحانه وتعالى يعني إيه يحب ربه سبحانه وتعالى يحب الله سبحانه وتعالى أكثر من حبه لأي شيء آخر يعني يحب الله سبحانه وتعالى فيسعد بأنه عبد ويسعد بأنه فقير ويسعد بأنه مع الله فيبقى يوم المجال في المحبة يعيشه في حياته هو محبة الله سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل؟ كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تاني مجال بقى أنه يحب نفسه يعني إيه يحب نفسه بقى؟ يبقى المجال ده أنه يحب إيه في نفسه؟ يحب نعمة ربنا في نفسه يبقى هو تاني شيء أنه يحب نعمة ربنا في نفسه وعلى فكرة حبه لنفسه ليس معناه الغرور ولكن حبه لنفسه معناه حب إنه هو كان وعقل النعمة فيحب نعمة ربنا فيه لأن فيه ناس كتيرة ما بتقدرش تتبع حضرت النبي ولا تقدر تعيش لأنها مش قادرة تحب نفسها لأنها لازم تحب نفسها يعني تحب نعمة ربنا اللي فيها لأن فيه حاجات مش هنحبها فيها وفكرة إن أنا أتقبل نفسي زي ما هي مش هي الفكرة الصحيحة ولكن أحب نفسي بمعنى أحب نعمة ربنا اللي فيها فأزود حب لنعمة ربنا اللي فيها فاتزيح كل الهوى وتزيح النفس الأمر بالسوق وتتملي حياتي بنعمة ربنا سبحانه وتعالى فمعنى إن أنا أتقبل نفسي معناه إن أنا أتقبل إن أنا محل لنعمة ربنا فأرضى باللي أودعه ربنا فيها من النعم مش أرضى بمساوئ النفس لكن أرضى بنعمة الله أرضى بنعمة الروح نعمة البصر كل نعمة ربنا وأودعها فيها فأرضى بنعمة الله سبحانه وتعالى فيها المجال الثالث بقى اللي ممكن يكون ثم يوضع له القبول فأعيشه أحب أسرتي وأحب بيئتي أحب ناسي أحب أهلي أحب أسرتي وعشان كده تلاقي بقى المعنى دا وتواضح أوى أوى في هذا الحب إنه يوسلك لحب الله لما تيجي تتكلم عن قد ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسان وإلا حصل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجه لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحم إذا الأسرة محل للنعم سواء الأسرة دي كانت أبوي وأمي والعيشة اللي أنا عشتها أو أسرة الجديدة المولودة المولودة الجديدة اللي نعم ربنا أنعم علي بيها فأنا لازم أحب أسرتي وعشان كده نبنتكلم عن أسرة المنشأ وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة إيه الجمال والحب ده وعشان كده الجنة بتبقى تحت أقدام أهل فتح أبواب جنة المحبة عشان تفضل حياتك مع محبيك تفضل تحس بأن ربنا سبحانه وتعالى على طول أنت في نعمته وسعيته تكره المعاصي وتكره كل معصية فلا تطعهما ما تطعهماش في المعصية وصاحبهما في الدنيا معروفة لأنهم باب مجال من مجالات الحب لله سبحانه وتعالى وعشان كده تبقى إيه اللي حاصل تتقي الله سبحانه وتعالى وتنفق المجال الرابع بقى في المحبة هو وإننا نحن بنعمل إيه سبعة في سبعة سبعة أسباب للمحبة في سبعة مجالات في المحبة إيه بقى المعنى الرابع بقى في المحبة إن أنا أحب عملي في ناس كتيرا بتتأذي من كره عملها وإيه اللي حاصل والأهل أحيانا بيعلموا أولادهم الكره للعمل إزاي يعني يكرهوا العمل إن العمل دوات شيء متعب وشيء بيهلك الإنسان وشيء بيهين كرمته مع إيه اللي حاصل من عمل صالحا من ذكر أو أنسة وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فلازم نفهم من العمل ده قيمة في الحياة والعمل ده هو اللي بيدينه ويتنا وإني وشوف كده إن الله يحب إذا عمل إن الله إيه يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ويحب من العمل أدوامه وإنقل وشوف كده حضرة النبي يقول إيه بقى في العمل لما الراجل حضرة النبي يمسك إيه كده وتطلع إيد خشنة فيروح حضرة النبي رفع الإيد دي ويقول ليه هذه يد يحبها الله ورسوله هذه يد إيه يحبها الله ورسوله ليه لأن الإيد دي مغموسة في العمل اللي ربنا بيحبه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يبقى العمل ده قيمة في الحياة بيدينه ويتنا هو إيه اللي بيخلي الإنسان يحس بإنه رجل يستطيع أن يحيا بما عاد الله عليه مثل العمل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالعمل ده قيمة والعمل ده رجولة والعمل ده فتح والعمل ده مدد من الله سبحانه وتعالى وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نشوف إزاي هو سبحانه وتعالى كريم رحيم ودود جميل في العمل لما نتوكل على الله سبحانه وتعالى لو توكلتوا مع الله حقا توكري رزقكم كما يرزقوا الطير نيجي بقى في المجال الخامس بقى المجال الخامس اللي هو ايه بقى مجال بقى اه يعني والله الكلام ده تفكرينه من أيام رمضان اه هي السبع مجالات دي هي السبع مجالات للمحب المجال الخامس هو مجال الحب في العلاقات بقى يعني ايه ان احنا نعيش في العلاقات بالحب اعيش في العلاقات احب الصداقة احب اصدقائي احب زوجتي احب زوجي احب الزمالة احب كل معنى بتمبني عليه العلاقات معنى طاهر شريف عظيم يبقى ايه اللي حاصل لما اعيش كده وانا بحب العلاقات اعيش وانحسن العلاقات ده باب من ابواب ماذا محبة الله وده يخلينا اتزن ويخلي لما خدينا اتزن يبقى ايه محدش يبتزني ويخلي العلاقات دايما مربوطة بحب لي بالله سبحانه وتعالى ما تخرجش ما تخرجش بالعلاقة فتبقى العلاقة بديدة عن الله سبحانه وتعالى ويخلي العلاقات علاقات مالها علاقات تحجبني على الله لا 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 العلاقات ده مجال من تنجالات القبول اللي ربنا وضعه لي فأعيش بدا فإيه اللي حاصل فأحاول دايما أصلح العلاقات بإن أنا أربطها بقيمة وبمعنى جميل يجعلني دايما في حال الوصل مع الله سبحانه وتعالى وأوقف كل العلاقات اللي ممكن تتسبب لي في ضرر وتخليني وأعدلها وأغيرها عشان ما تصبح علاقات مسمومة لا تبقى علاقات إيمالها مليئة بحلاوة الإيمان زاق حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يا سلام فالعلاقة ندوء فيها حلاوة الإيمان لما يكون فيها الإحسان لأن العلاقة من عند الرحمن المجال السادس بقى إن أنا أحب مستقبلي وفي كده يعني أحب مستقبلي لأن المستقبل ده سومي مستقبل لأن الله يقابلني فيه فالمستقبل ده قبل أنظر فيها لأنني سأرى فيه التطبيق الحقيقي وحلاوة أنا عند ظني عبدي به فالمستقبل أحبه فيبقى عندي رجاء ودايما أنا بقول كده الناس اللي بيحبوا المستقبل يظهر فيهم بقى إيه يظهر فيهم الكلام اللي أنا بقوله ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة يحلم لأن المستقبل ماله مليان بإيه مليان بحسن تدبير الله فلابد أن أنا أعيش في المستقبل وأنا بحب مستقبلي المجال السابع بقى أحب السعادة والفرح والبهجة كل المعاني اللي بتوصلني للسعادة الحقيقية زي المدومة عن نوافل وكل دوات ممكن يوصلني إلى هذا الأمر على فكرة إحنا ممكن نربط السبع أسباب من أسباب الحب الله بالسبع مجالات بس أنا عايز أقول لكم حاجة لو تأملت كده إن من مجالات العيش بالحب في حياتنا في حب الله وحب النفس وحب الأسرة أو حب البيئة وحب العمل وحب العلاقات وحب المستقبل وحب السعادة ممكن تلاقي السبع أسباب موجودة في السبع مجالات فنطلع بتسعة واربعين مصفوفة كبيرة تملى حياتنا بالحب وعشان كده هي دي حالات الوسع إن انت تلاقي نفسك وانت بتحب أسرتك تلاقي نفسك إيه اللي حاصل تلاقي بتتبع رسول الله في حبك لأسرتك وبتتقل الله في أسرتك وبتحسن في أسرتك وكمان بتعيش كمان كمان وانت صابر في أسرتك وتعيش كمان وانت متوكل في أسرتك وتعيش كمان تكسر النوافل في أسرتك وتحب لكل واحد في أسرتك ما تحبه للنفس فيصبح السبع أسباب موجودين في السبع مجالات يا دا حياة وسع قوي صح هذا الحديث صار علينا هذه المصفوفة العجيبة سبع معاني وسبع مصادر من مصادر الحب تخلي فيه قبول وتخلي فيه وسع ومن علامات القبول الوسع في حضرة الواسع سبحانه وتعالى عيش حياتك بهذا الوسع وشوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسع علينا حياتنا ازاي يا رب اجعلنا وسع واشرح صدرنا يا رب عشان نكون أهلي لهذا الوسع واجعلنا يا رب من أهلي محبتك الذين دائما يتبعون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتقون الله ثم يسيرون بالإحسان ثم بعد ذلك يعيشون بهذا الإحسان في حال من حالات الوسع ومن حالات القبول يا رب العالمين اجعلنا دائما من أهل الإحسان لكي نكون دائما من أهل محبتك يا رب العالمين أكرمنا على الدوام أن نكون من الذين كتبت أسماءهم في ديوان المحبين وديوان المحبوبين الذين أرون جمالة وحسنة معاملتك لهم في كل وقت وحين وفي كل نفس يا رب العالمين يا سادة بعض الفاصل نلتقي بحضراتكم ونلتقي بأسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ودايما بيفضل جسر النور والبركة ومجالس العلم مفتوح أبوابها ببركة أسئلتكم المباركة اللي بنخصص لها وقت نجيب عليها ونجلس في مجالس العلم بمفاتيح البركة والنور اللي حضركم بتبعتن اللي احنا بنسميها أسئلتكم تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا بيقول إيه والدي توفي وليه نصيب في بيت والدي وفيه نسبة من الفلوس اللي تم بيها بناء البيت جاءت من مصدر حرام هل أجوز أن أستلم ورسي من فلوس بيع هذا البيت وأعمل بيها عمرة ليه والوالدي المتوفي أولا فكرة أن الفلوس دي جاءت من مصدر حرام أنا ما بقولش أن الإنسان ما يتحراش لكن كمان الإنسان ما يتهمش بغير دليل لما يجي حد يقول لي والله ده أولدك خد مننا الفلوس وحط الفلوس في البيت فين الدليل ده الراجل ده ليه أرض ومعنى أنه ماته مش هيدر يدافع عن نفسه لكن ده دي عرض فما يجس أن الناس تتعدى على الناس فالناس لها أعراض كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه في بعض الناس يقولوا إيه ده عرض أبوي وأنا عشان راجل عايز أثبت للناس إن أنا راجل حقاني فيتعدى على عرض أبوه لا عشان تكون حقاني لا تتعدى على عرض أحد فادعاك إن الفلوس دي جت من مصدر حرام وإنت ما تعرفش المصدر حرام ده ولا عندك دليل فيبقى حرام عليك إن أنت تقول إن الفلوس دي جت من مصدر حرام دي أول نقطة عشان بس نبتدي وأنا قلت لك قوله صلى الله عليه وسلم إيه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فما ينفعش إن أنت تتكلم عن لا ينفع تتكلم عن عرضه ولا ينفع تتكلم عن ماله وإنت ما عندكش دليل على كده فأنا بنصحك لو ما كانش ده إيه وأتقول كده طب نفترض إن الفلوس دي فيها مصدر حرام جت من حرام ومفيش حد ليه حقف ده يعني مفيش دين لو هو فيه حد غصب مال وفيه أدلة وفيه كل حاجة وفيه أوراق وفيه كل اللي ما يثبت يقينا إن الفلوس دي بتاعت فلان ده فإيه اللي حصل هتبقى دين وترجع له طب إذا ما عندنا ناش ده وحد بيقول لك كده إيه اللي حصل يبقى المال ده حلال طب حتى لو المال ده كان اكتسب مثلا من حد ما عندوش بقى من أي مصدر حرام ومفيش حد مطالب بيه يعني هو مش فلوس حد والمال ده تم شراء البيت بيه وانتقل إليه فيه قاعدة مهمة جدا 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 مأخوذة من تجليات وقال لا تزير وزيرة وزيرة أخرى إيه اللي حصل من المرتكب للحرام الذي بنى هذا البيت أنا مش هايزة أقول أبوك لأن أنا مش هقدر مش هقدر أقول الكلام ده غير لم يكون فيه دليل نفترض أن فيه واحد عمل كده والمال ده والبيت ده رح لوراسته في عندنا قاعدة زي ما قلت لك بتتأخذ من قاعدة وإلا تزير وزيرة وزيرة أخرى هو هو الأسم فالبيت ده ما يفضرش بقى إيه ملزوء عليه إن ده حرام إيه اللي يحصل طيب يبقى المال إذا تحول حل هو تحول من ملكية الراجل ده إلى ملكية ابنه فالمال ده يصبح حلالا يصبح وإيه حلالا لهذا الابن فالمال إذا تحول حل لأنه مش هينفع يبقى الاسم على الأب وينتقل الاسم إلى إيه إلى الإب فالمال إذا تحول حل وخلاص الاسم ده كان على من اكتسب هذا المال من الحرام وخلاص هو اللي آثم لكن أنت لا تأثم ويصبح المال ده بالنسبة لك حلال وتستطيع أن أنت تبيع وتشتري تستطيع أن أنت تبيعه وتشتري بثمنه ما ينفعك وتستطيع أن أنت تدفع الأموال في العمر وتدفع الأموال في الحج وتتصدق به وكله يبقى ثواب لك إن شاء الله معقولة؟ آه معقولة ليه؟ لأن المال إذا تحول حل المال إذا تحول إيه حل يبقى الأول خالص بلاش حكاية المبالغة وعشان الناس تثبت أن هي ناس حقنية تتهم حدي تاني لا أنت لو حقني تمنع كمان الظلم على حد أنت ما عندكش دليل عليه يبقى دي أول حاجة الحاجة التانية أن المال إذا تحول حل خلاص يبقى المال ده هو أصبح أنت اكتسبته بطريقة حلال وهي أن أنت خلفت والدك في هذا المال فأصبح المال ده ملكا لك ملكا حلالا لأن أنت اكتسبته بطريقة حلال فأصبح المال بالنسبة لك حلال خلاص؟ ويجوز أن أنت تتصرف فيه كل التصرفات اللي بتتصرف فيها الإنسان في المال الحلال الذي اكتسبه السؤال اللي بعد كده بيقول أنا والدي كان متزوج قبل والدتي ومعاه ابن الابن ده معاه خير كتير وعلاقته معانا مش كويسة خالص فبابا خاف علينا منه فكتب البيت باسم ماما طيب كأن احنا بنتكلم بنشوف كده فيه قصص كده فهو إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ فيه ابن كان لرجل ثم كان متزوج من قبل إيه؟ والدته وكان معاه ابن يعني من إيه؟ من الزوجة الأخرى الابن ده بقى كان معاه خير كتير وعلاقته معانا مش كويسة يعني كان معاه خير كتير إيه؟ يبدو من خير الأب فإيه اللي حصل؟ فالأب خاف إن الإبن ده الفلوس اللي معاه والحياة اللي تحت إيده دي يمنع خرع عن مين؟ عن الأولاد فإيه اللي حصل؟ أو إنه هو عنده خير كتير يعني عنده فلوس كتيرة مش محتاج يعني يعني إما إنه هو تحديده فلوس كتيرة للأب أو إنه هو عنده خير كتير بمعنى هو مش محتاج عنده فلوس كتيرة إما ورسع من أمه أو إنهم وأمه كانت عنده فلوس كتير أو خلاص والشخص ده يبدو انه هو ما بيحبش صاحب السؤال ما يحبش اخواته دول فوالده رح اعمل ايه رح كاتب البيت باسم والدة السائل كتب البيت باسم والدة الايه السائل اللي هي الزوجة الاخرى ايه بقى ايه اللي حاصل يبقى اللي هي الزوجة بالنسبة له من الزوجة الجديدة فهو بيقول هل ده التصرف ده حرام يعني ايه حرام يعني الاب لما تصرف التصرف ده وكتب البيت ده باسم زوجته هل كان دوة نوع من انواع الحرمان من الميراث اولا العبارة دي تحتاج انه تختفي من حياتنا مفيش حد يقدر يحرم حد من الميراث غير الاشخاص اللي بيمنعوا توزيع الميراث ودولا مش بيمنعوا مش بيحرموا حد من الميراث دولا بيكلوا اموال الناس بالباطل يعني الناس اللي بيمنعوا الستات من انها تورث اموالها واحنا ما عندناش ستات تورث دولا غصبين المال وده وتأكل المال للناس بالباطل لكن احنا بنتكلم دلوقتي على ان واحد ايه هيمنع حد من الميراث لا ما فيش حاس معها حد هيمنع حد من الميراث لما حد يتصرف في ماله في حال حياته ده حق ده ايه حق يجوز ان هو يتصرف في ماله في حال حياته بالعكس انا شايف ان الراجل ده لما عمل كده عشان يخلي اولاده لديهم مال لانه وكأنه اعطى هذا المال وطلب من الزوج ان هي تكون امينة ان هي تحافظ على اولادها فده والداخل حتى في قوله صلى الله عليه وسلم انتظر وراثتك اغنياء خير من انتظرهم عالى يتكففون الناس فالرجل عندما تصرف في ماله في حال حياته فده جائز يبقى اذا تصرف الانسان في ماله في حال حياته ده جائز ومحدش بقى ييجي يقوله والله انت اردت والله ان انت تمنع فلان مراسه لا هو متصرف في حال حياته ما فيش مراس اصلا احنا ما نعرفش مين اللي يموت قبل التاني فهو عندما تصرف لكي يعطي هذا المال ليؤمن لكم حياتكم وليؤمن لزوجته حياتها هو تصرف في ماله يعني هو لو تصرف في هذا المال فاعطاه صدقة هل معنى كده ان هو كان انقول له لا ما تصرفش في مالك ولا انه لانه كامل الاهلية هو كان محجور عليه ما كانش محجور عليه هو كان ملكه للمال ده ملك ناقص لا ملك تام يبقى اذا اذا كان هو ملكه تام وهو كامل الاهلية فله ان يتصرف في ماله كيفما شاء هل بقى السؤال اللي دايما بيتكرر هل والدي وهو عمل كده ظلم هل والدي دوت احنا محتاجين نرد المال لأهله ابدا والدك تصرف تصرف صحيح وكان تصرفا حلالا وليس فيه شبهة لانه تصرف في ماله الذي كان يملكه ملكا صحيحا داما وهو قد فعل ما يرى به ان هذا يجعلكم عندكم امان فلذلك ليس فيه شبهة وليس فيه حرمة يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حديث من اجل احاديث رسول الله سأسأل انا بسميه حديث نشر المحب نثر المحب ان الحياة توسع نوسع حياتنا بالمحب حديث الله سبحانه وتعالى يتكرم علينا ويتودد لينا ويتفضل علينا بانه ويحب عباده فاذا احب عبده نادى وبمناسبة قد يكون كل واحد فينا بيتنادى ان ربنا بيحبه بس هو لازم يرفع الغشاوة على عينه عشان يرى محبة الله سبحانه وتعالى ولذلك ينادي الله سبحانه وتعالى ينادي سيدنا جبريل اني احببته فلان فاحبه وفيحبه سيدنا جبريل يا سادة هذا حديث جليل واحنا اقدم لكم كده خلاصة في سبع مجالات من تصورين ان هم يقدموا لكم ويفتحوا لكم ابواب المحبة في سبع اسباب للمحبة في سبع مجالات توسع عليكم اسباب المحبة ولو عملتوها منهج للتربية ولو عشتوها مع الله سبحانه وتعالى هتفتح عليكم ابواب المحبة طريق من محبة الله سبحانه وتعالى بيتفتح باتباع حضرة النبي بابي وامي صلى الله عليه وسلم ثم بالتقوى ثم بعد ذلك بالاحسان ثم بعد ذلك بان الانسان يصبر ثم يتوكل ثم يكسر من النوافل ثم يحب الأخي ما يحبه لنفسه ويفعل هذا مع الله ومع نفسه ومع أسرته ومع العمل وكمان في العلاقات ويا سلام لما يفعله كمان وهو بيبص لمستقبله ويا سلام لو يعيشه فده هيجلب عليه السعادة يا رب اجعلنا من السعداء بمحبتك واجعل قلوبنا قلوبا سنيمة تزوق حلاوة المحبة فتغرق في نعمتك فتحيا وقد رأت جمال وجهك الكريم يا رب العالمين وصحبة سيد المرسلين ونحن غرقا في محبتك يا رب العالمين يا رب جعلنا من أهل المحبة واكتب أسماءنا في دواوين المحبة برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا من جعلت المحبة بابك لندخل عليك من باب المحبوبين فننغمس ونكتب في دوان المحبوبين يا رب العالمين أكرمنا بالمحبة في كل وقت وحيي يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين